السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الاعزاء طلاب 3 سنوة ان شاء الله في الفيديو ده نشرح مع بعض التكاثر الجنسي سواء كان الالكتران السلمي او الالكتران الجانبي وهنشرح برضو مع بعض يعني نبزة كده سريع على التكاثر الجنسي بالامشاك بس طبعا احنا عشان نشرح الالكتران سواء كان الجانبي او السلمي في تحلب الاسبيروجايرة في معانا صور كده ايات هنشوف الصور ده ان شاء الله مع بعض وهنشرح برضو هنرسم بأيدينا كده مع بعض ونشوف الموضوع ده بيحصل ازاي الاكتران سواء كان السلمي او الجانبي وهنقارن ما بين التكاثر الجنسي والجنسي ونشوف صور التكاثر الجنسي سواء كان هو التكاثر بالامشاك وكمان هنميز ما بين المشيج الزاكري والمشيج الانسوي وفي الاخر خالص هنعرف ان احنا عندنا تلقيح داخلي وتلقيح خارجي وفي تلقيح كمان اسمه تلقيح خلطي وتلقيح ذاتي وشوية صور كده هتساعدنا ان احنا نفهم اكتر طيب بس مبدئيا تعالى نبتدي كده من حاجة احنا كنا فهمينها يعني عشان ندخل على حاجة ونفهمها جديدة تعالى نبتدي من حاجة احنا اصلا كنا فهمينها وكنا عارفينها وهو التكاثر اللاجنسي في فطر عفن الخبز التكاثر اللاجنسي في فطر عفن الخبز كان التكاثر بالجرسيم وإحنا كنا عارفين ان التكاثر بالجرسيم ده هو أفضل صور التقاصر اللاجنسي وده الثلاث أسباب أول سبب كان سرعة سرعة الانتشار طيب نكبر بس كده الخط معنا كان سرعة الانتشار تاني سبب كان وفرة النسل طيب السبب الثالث معايا اللي هو كان تحمل الظروف القصية طيب أنا حتى أعمل بدي اف ده سطور مخصوص عشان خاطر منزلش بالخط كده برضه منزل بالخط المهم انت تركز معايا في الكلام اللي هولهولك والرسومات اللي هرسمها لك أهم من الخط وأهم من الكلام ده كل طيب فطر عفن الخبز ده بيكون في الظروف المناسبة زروف مناسبة زي مثلا مية درجة حرارة مناسبة اللي بيحصل الفطر ده بيتكاثر بالجرسيم بالجرسيم ازاي؟ بص تعال نشوف تركيب الفطر بيكون فيه حاجة اسمها هيفات اللي هو الغزل الفطري بيكون فيه حاجة اسمها أشباه الجزو وكمان بيكون فيه حاجة اسمها حامل جرسومي ده كده الحامل الجرسومي ده بيكون فيه حافظة حافظة جرسومية الحافظة الجرسومية دي بيكون جواها الجرسيم لما الجرسيم بتنضج بيبدأ يتفجر الحافظة الجرسومية الحافظة الجرسومية دي تبتدي انها تتفجر فلما بتتفجر بيخرج منها مين الجرسيم؟ فالجرسيم بتبتدي انها تنتشر لمسافات بعيدة السبب ان هي خفيفة ليه خفيفة لانها بيكون فيها كمية وليلة من المي بتفضل تنتشر تنتشر لمسافات بعيدة وتروح لبيئات مختلفة علشان كده احنا بنقدر نشوف الفطر ده في اكتر من بيئة طيب لحد ما يبدأ انهو يتساقط الجرسومة دي كلمة جرسومة يعني بتكون محاطة بجدار سميك علشان كده بتقدر تتحمل الظروف القاسية وبتكون خفيفة في وزنها لان فيها كمية وليلة من المي وبالتالي بتنتشر بسرعة وكمان طبعا انا عندي الفطر اللي وعفة الخبز ده بيقدر خلال دورة حياته يكون حوالي متوسط 3 مليار جرسومة يعني وفرة النسل طيب المهم الجرسومة دي في الظروف المناسبة بتروح تقع على سطح رطب سطح رطب وكمان درجة الحرارة مناسبة اللي يحصل وبيكون فيها كمية وليلة من المي تبتدي انها تمتص كمية من المية اللي بتكون موجودة في السطح الرطب ده فتاخد المية بالخاصية الاسموزية فيبتدي يقل تركزها يقل الضغط الاسموزي بتاعها لانها عمالة تشرب مية طبعا الفطر ده بيكون الخلاية بتاعته نون يعني سواء كان مسر الغزل الفطر ده بيبعبارة عن نون اشباه الجزور ده عبارة عن نون الحام الجرسومة ده عبارة عن نون برضو الحافظة الجرسومية ده عبارة عن نون كل حاجة نون في نون وبالتالي الجرسومة ده هيت لما تيجي تتكون بتتكون بانقصام ميتوزي هالجرسومة برضو بتكونه والغزل الفطر ده بيكونه فاتكون بواسطة انقصام ميتوزي تمام الجرسومة لما راحت على سطح رطب وبدأت انها بدأت جدارها يتشكك وتشرب مية بدأت تنمو ولما بدأت تنمو بدأت تكون لي فطر جديد الفطر اللي تكون ده هيكون برضو نون يبقى كده الجرسومة ده برضو انقسمت انقصام ميتوزي يعني كده فطر عفن الخبز ده بيبقى نون في نون وحياته كلها ميتوزي في ميتوزي خلايا جسدية نون جرسومة نون كل حاجة بتبقى نون وبالتالي الانقصام اللي بيتكون لي الجرسومة بيبقى ميتوزي والجرسومة لما تيجي تنقسم وتكون لي فرض جديد برضو بيبقى ميتوزي الكلام ده بيحصل في الظروف المناسبة وده اللي احنا كنا فاهمينه طيب افرد فطر عفن الخبز ده بقى موجود في الظروف غير مناسبة ده بقى الكلام الجديد اللي احنا محتاجين نفهمه في الظروف الغير مناسبة هيبدأ يدور على حاجة يحصل فيها تنوع وراسي تنوع وراسي والتنوع الراسي ده دايما بييجي من الانقصام الميوزي لان في حصة التأسيس فهمنا ان الانقصام الميوزي بيحصل فيه زاهرة اسمها زاهرة العبور وطالما في عبور يبقى يكون فيه تنوع وراسي طيب الكلام طالما انقصام ميوزي وتنوع وراسي يبقى ادور على تكاثر ايه ادور على تكاثر جنسي طيب التكاثر الجنسي في فطر عفن الخبز بيحصل في الظروف الغير مناسبة وبيعتمد على الانقصام الميوزي التكاثر ده بقى اسمه الاكتران طيب الاكتران ده بيحصل ازاي بيكون فيه مثلا يعني فيه جفاف فيه مفيش تربارات فيه درجة حرارة مش مناسبة يعني تغير في الظروف بتاعت البيئة فبدور على تنوع عشان اقدر اواجه الظروف ده فمثلا ده كده فطر معايا هوت ارسمه هنا كده ده كده فطر ده اشبه جزور ده حامل جرسومي ودي حافزة جرسومية ده اسمه غزل فطري ده عبارة عن غزل فطري طيب هنا كمان برضو بيكون فيه فطر تاني اهوت بس تعال نرسمه اللون تاني تعال ونفترض نرسمه باللون مثلا الأحمر عشان خاطر بس اميز ما بين الفطر ده والفطر ده ده فطر تاني اهوت باللون الأحمر ده غزل فطري وده كده غزل فطري وده حامل جرسومهوت ودي حافزة جرسومية طبعا احنا في الحلقة دي في الظروف في الظروف الغير مناسبة الظروف بتاعتنا غير مناسبة يبدأ الغزل الفطري ده يقرب من الغزل الفطري ده والاتنين يقربوا من بعض لحد ما يقربوا من بعض تعال كده هاخد الجزئية دي كده وابتدي ان انا اكبرها هنا كده طيب لما يقربوا من بعض الغزل الفطري اللي هو باللحمر ده تلاقيه يقرب من ناحية مين الغزل الفطري اللي هو باللون الاسود يعني الغزل الفطري بتاع كائن بيقرب من غزل فطري لكائن تاني فبيعمل بروس كده صغير يعودوا الاثنين يقربوا من بعد ده غزل فتري وده غزل فتري الاثنين يقربوا من بعد لحد ممر واحدة كده يكونوا قراءة اسمها قناة الاكتران قناة اسمها قناة الاكتران فالقناة ده اسمها قناة الاكتران بص بقى الغاز الفتري ده بيكون نون والغاز الفتري ده بيكون نون فبتبدأ البروتوبلازم بتاعي طبعا احنا عارفين ان فتري الخبز بيكون متعدد الخلية فبتبدأ محتويات الخلية دي تقرب من محتويات الخلية دي يعني النون ده بيقرب من النون ده لحد ما الاثنين يتقابلوا مع بعض هنا ويكونوني لقاحة اللقاحة دي بتبقى عبارة عن اثنين نون بيبقى اسمها ايه؟ بيبقى اسمها لقاحة لقاحة طيب تعالا بقى اللقاحة هفصل بقى الجزء ده كده اللقاحة بتبدأ تفصل الجزء ده وتفصل الجزء ده ده يروح لحاله وده يروح لحاله نمسك بعد كده اللقاحة دي ناخد اللقاحة هنا كده اللي بتكون عبارة عن ايه؟ بتكون عبارة عن اتنين نون يعني بتكون سنائية المجموعة السبغية اللقاحة دي تبدأ تحيط نفسها بجدار سميك ليه؟ علشان طبعا هي في ظروف غير مناسبة تحيط نفسها بجدار سميك وطالما حطت نفسها بجدار سميك أصبحت جرسومة فأقول عليها اسم لقاحة جرسومية طيب وكلمة لقاحة معناها زيجد وجرسومة معناها سبور فكلمة لقاحة جرسومية لها معنى تاني اللي هو ايه؟ زيجو سبور زيجو سبور يبقى دي اسمها لقاحة جرسومية او زيجو سبور اتنين نون طيب لما الظروف تتحسن يعني بعد تحسن الظروف عند تحسن الظروف اللقاحة دي هتنقسم انقصام ميوزي فبقول على انقصام دي اسمه انقصام مشروط ايه هو الشرط؟ الانقصام ده مش يحصل إلا بشرط تحسن الظروف فقول عليه انقصام مشروط طيب يعني بيكون عندي نواة اتنين نون لما الجوه اللقاحة الجرسومية اللي هي الزيجو سبور لما الظروف تتحسن النواة دي بتنقسم انقصام ميوزي فلما تنقسم انقصام ميوزي بتديني اربع انوية ادي كده نواة التانية التالتة الرابعة كل نواة منهم بتكون نون دي بتكون نون ودي بتكون نون ودي بتكون نون ودي بتكون نون يحصل بعد كده تحلل لتلات انوية النواة دي تتحلل والنواة دي تتحلل والنواة دي تتحلل وتبدأ واحدة بس هي اللي تكبر وتنمو تكبر وتنمو بانقصامي بانقصام ميوزي بانقصام ميوزي عشان تكوولي بعد كده عشان تقول لي بعد كده فطر جديد التكاثر ده اسمه التكاثر بالاكتران يبقى دلوقتي معايا فطر عفا الخبز ده بيتكاثر بطريقة ايه اول طريقة في الظروف المناسبة في الظروف المناسبة بيتكاثر لا جنسي لا جنسي بالايه لا جنسي بالجراسي طب الغرض منه ايه هو وفرة النسل هزود من العدد هزود من عدد الافراد انما انا عندي دلوقتي في الظروف الغير مناسبة يبدأ ان هو ينوع انا في الظروف الغير مناسبة يعمل تكاثر جنسي الغرض من التكاثر الجنسي ده هو تنوع تنوع ليه تنوع وراسي طب ليه هعمل تنوع وراسي عشان اقدر اتحمل بتحمل الظروف المتغيرة طب والتكاثر ده اسمه تكاثر بالامشاك لا مفيش امشاك مفيش امشاك تكونت معي ولا حيوانات منوية ولا بويضات انما ايه اللي بتكون معي او التكاثر ده اسمه التكاثر بالاكتران من هنا بقى ان نبدأ ان نشرح تكاثر بالامشاك عندنا فيه تحلب اسمه تحلب السبيروجير تحلب السبيروجير ده من التحالب الخضراء هو اصلا ليه اخضر لانه بيحتوي على بلاستيدا خضراء علشان كده بيكون ذاتي التغذية طيب يطفو بحرية ويتواجد بوفرة في المياه العزبة المياه العزبة وبتكون المياه الراكضة يعني المياه الراكضة المياه الغير متحركة المياه الساكنة زي المنظر اللي احنا قدمنا ده كده بيطلق عليه اسم الريم الاغضر سمي الاسبيروجيرا بهذا الاسم نسبة الى الترتيب الحلزوني الحلزوني يعني سبيرل للبلاستيدات الخضراء داخل الخلايا يعني بص هو بيكون عديد الخلايا فبتلاحظ مثلا ده كده شكله هوت ده حاجة اسمها خط تحلوي خط تحلوي بيحتوي على خلايا متمثلة خلايا هيت شبه بعضها وبيكون ذاتي التغذية وبيكون لنه اغضر ليه لانه بيحتوي على بلاستيدات الخضراء البلاستيدات الخضراء دي بتكون على شكل حلزوني اه كون على شكل حلزوني وكلمة حلزوني يعني سبيرل سبيرل فبقول عليه اسمه سبيرو سبيروجيرا طبعا معروف باسم الريم الاخضر طب يكون ذاتي التغذية وبالتالي لو جيت رسمتلك رسمة مثلا وقلتلك كل ما يزيد تواجد تحلب السبيروجيرا اللي بيحصل لتركيز غاز ثاني اوكسيد الكربون كل ما بزود في تواجد تحلب السبيروجيرا ذاتي التغذية يعني بيستهلك ثاني اوكسيد الكربون يبقى كده بيقل معي مين بيقل معي نسبة ثاني اوكسيد الكربون لانه ذاتي التغذية زيه زي النباتات عادي خالص بيستهلك ثاني اوكسيد الكربون يبقى كل ما يزيد تواجد تحلب السبيروجيرا بيقل معي ثاني اوكسيد الكربون لانه ذاتي التغذية وكمان بيحتوي على بلاستداد خضرة مميزة على شكل حلزون وطبعا بيكون متعدد الخلايا ومعروف باسم الريم الاخضر طيب في الظروف المناسبة التغلب ده بيتكاثر لا جنسي بالتقطع بغرض ايه بهدف وفرة الناس وزيادة العدد طيب ظروف مناسبة زي ايه ظروف مناسبة زي درجة الحرارة زي وفرة الماء طبعا الماء يكون الماء عزب يعني يكونش فيه جفاف اضاءة مناسبة عشان خاطر يعمل بناء ضوي الاس الهيدروجيني اللي هو البي اتش لازم يكون مناسب عشان خاطر الانزيمات اللازمة لعملية البناء الضوي وكذلك برضو درجة الحرارة عشان خاطر الانزيمات اللازمة لعملية البناء الضوي كل ده طالما الدنيا تمام والدنيا زي الفل والظروف بتكون مناسبة بيتكاثر لا جنسي بالتقطع يعني ايه؟ يعني مثلا يكون معايا تحلب كده هوت تعال كده نرسم تحلب دي كده خلايا هيت وطبعا متعدد الخلايا ويكون فيه بالاسديدة على زونية الشكل اللي بيحصل بتلاقي مثلا الجزء ده كده تقطع اهوت يجي نقطع مثلا الجزء ده كده فبيديني خليتين هنا مثلا ودي واحد اتنين ثلاثة اربعة خلايا همود واحد اتنين ثلاثة اربعة خلايا فيبدأ بقى الاتنين دول يكبروا ويبقوا مثلا يبدأ ان هو يكبر ويكون لي خيط كبير وده يبدأ ان هو يكبر ويكون لي خيط صغير يبدأ ان هو يكبر ده ويكون لي برضو خيط كبير فاصبح دلوقتي من كائن واحد بقى معايا كائن اهوت ده واحد اهوت وده الكائن التاني طيب التقاثر ده تقاثر جنسي ولا لا جنسي لا تقاثر لا جنسي في الظروف الاي في الظروف المناسبة بالاي اسمه بالتقطع يبقى تقاثر لا جنسي بالتقطع طيب لو الظروف غير مناسبة ظروف غير مناسبة يعني مثلا درجة الحرارة اتغيرت في ملوحة في جفاف في تغير نقاوة المية اتغير البي اتش برضو كمان اتغيرت الاضاءة لانه ذات التغذية طب اي ظروف مثلا من الظروف دي اتغيرته خصوصا مشهور جدا الجفاف ده الجفاف دي اهم حاجة اللي يحصل بقى يبدأ انه هو يتقاصر جنسي بالاكتران طب ايه الغرض الغرض منه هو بهدف تنوع الصفات الورصية والحماية من الظروف القاسية يعني هنوع الصفات الورصية عشان هكون افراد جديدة تقدر ان هي تواجه الظروف القاسية علشان كده التقاصر بالاكتران ده بيعتمد على انكسام ميوزي بعد كده بيتبعه طبعا انكسام ميوزي والانكسام ميوزي بيكون بغرض النمو طيب والاكتران بيكون عند نوعين الاكتران سلمي واكتران جانبي ده كده منظر الاكتران السلمي اهوت وده منظر الاكتران الجانبي الصورة دي للتوضيح بس تعال نشوف ايه اللي هيحصل في الاكتران السلمي الاكتران السلمي اللي بيحصل فيه ان هنا مثلا بيكون معايا خط تحلوبي اهوت واحد وبيكون في خط تحلوبي تاني طبعا وبيكون متعدد الخلايا ده خيط تحلوبي وده خيط تحلوبي يعني ده فرض وده فرض في الظروف الغير مناسبة يبدأ ان الخيط التحلوبي ده يعرب للخيط التحلوبي ده الاثنين يبدأوا انهما يتجوروا ويجوا جنب بعض وبعد كده بينشأ بروز بينشأ بروز على كل خيط من الخيطين دون يعني مثلا هبدأ اننا اخد جزء ده كده وكبره ونفترض ان ده كده هي بقت خلية واحدة وده كده خلية واحدة يبدأ يتكون بروز على الجدار هنا مثلا ده كده الجدار هوت وده كده الجدار يتكون لي بروز صغير وده يتكون بروز صغير وده يتكون لي بروز صغير طبعا كل اللي جوه الخلاية ده بقول عليه اسم البروتوبلازم يعني كل المكونات اللي هنا كده سبعا كده يشاء Hebrews ونواه وكلام ده كله كلام ده كله بقول عليه اسم بروتوبلازم ماشي وده اسمه بروز او نتوء بروز او نتوء يبدأ ان هما الاتنين البروزاد البروزاد الذي تقارب من بعدهم تقارب من بعدهم لحد ما يكونون قناته اسمها قناة الاقترا緩 يبدأ يكون لي قناة اسمها قناة الاكتران يعني البروزات دي لما تلمس بعضها لما ده يلمس ده يكون لي قناة اسمها قناة الاكتران طيب لما تتكون قناة الاكتران بيبتدي الجزء مثلا اي واحد من الاثنين بيبدأ انه هو يجاهز نفسه عشان خاطر يلم محتويات الخلية يعني البروتوبلازم اللي موجود هنا يبتدي انه هو ينتقل هنا كده يعني البروتوبلازم مثلا موجود في الخلية واحد يروح للخلية اتنين فاصبح خلي بالك بقى ده كان معي نون وده كان نون يعني ده الخلية دي نون والخلية دي نون يعني وحدية المجموعة الصبغية طيب ده النون اللي راح النون اللي كان هنا بدأ انه هو ينتقل هنا فاصبح الخلية اللي معايا دي بقيت اتنين نون دي كده هتكون اتنين نون ماشي الخلية اللي انتقلت منها طبعا مفيش امشاك يعني في الصورة القدامة ده كده مفيش امشاك فالخلية اللي انتقلت منها المحتوىات بتاعتها بقول عليها الخلية المانحة المانح وطالما هو مانح فانا بشبهه دايما بقولك يشبه يشبه الحيوان المانوي او بلاش يشبه الحيوان المانوي خلينا مثلا في كلمة اضاق كده يشبه المشيج المذكر طالما هو مانح يبقى شبه مين يبقى يشبه المشيج المؤنس. اصبح دلوقتي تكون معي لقاحة. اللقاحة اللي اللقاحة دي تكونت من خلية جسدية. يعني دي كده كانت خلية جسدية دي خلية جسدية ودي خلية جسدية. الاتنين ده طالع من عنده بروز وده طالع من عنده بروز. فالبروزين دي لما تلامسوا مع بعض يكونوا لي قناة اسمعها قناة الالكتران. وقناة الالكتران دي بتتكون في الالكتران السلامي فقط. تمام. فبدأ الخلية المانحة اللي شبه المشيج المذكر. بدأت تنقل حاجاتها كلها توديها للخلية المستقبلة اللي شبه المشيج المؤنس فاتكون لي لقاحة اتنين نون طيب احنا دلوقتي في الظروف الغير مناسبة اللقاحة الاتنين نون ده هتبتدي انها تحيط نفسها بجدار سميك تبدأ انها تحيط نفسها بجدار سميك جدار سميك يعني هتبقى شبه الجرسومة فقول عليها اسم لقاحة جرسومية اسم لقاحة جرسومية لقاحة جرسومية اتنين نون يعني سنائية المجموعة السبغية طيب عند تحسن الظروف عند تحسن الظروف يحصل انقصام اسمه انقصام انقصام ميوزي علشان كده بقولك الانقصام ميوزي ده هيحصل عند تحسن الظروف هيبقى اسمه انقصام ميوزي مشروط انقصام ميوزي مشروط مش هيحصل إلا إمتى إلا عند تحسن الظروف فطبعا دي بيكون جواها نواة والنواة بتكون اتنين نون يحصل انكسام ميوزي لنواة اللاقاحة الجرسمية عند تحسن الظروف عند وفرة المية تمام فتكون لي أربع أنوية تبدأ أنها تكون لي مثلا أربع أنوية بالانكسام الميوزي دي كانت نون فتديني أربع أنوية كل نواة هتكون دي كانت اتنين نون فتكون لي أربع نواة كل نواة هتكون دي نون ودي نون ودي نون ودي نون يحصل تحلل أو تلاشي لتلتة يعني دي يحصل لها تحلل ودي يحصل لها تحلل ودي يحصل لها تحلل ويتفضل لي نواة واحدة فقط يتفضل بعد كده نواة واحدة فقط دي كده النواة مثلا تكون هي نون لحد ما يطلع تنقسم إنقصام ما يتوزي بعد كده وتكون لي تحلب جديد ادي كده تحلق اوات الجديد. وطبعا عشان تقولي تحلق جديد الانقسام ده هيكون ميت وزي. طيب نيجي نبص كده ده كده عملية الالكتران تعركز معي في الصورة هات. ادي معي خيط اهوات واحد. والخيط ده هقول عليه اتنين. طيب تمام. في الظروف الغير مناسبة هيبدأ يكون بروز. ادي كده البروزة هوت. وده البروزة هون. ماشي. البروزين دول هيبدأوا يتلامسوا فيكونوا لي قناة اسمها قناة الاكتران. ماشي. بعد كده المحتوىات الخلية دي هتبتدى انها تروح للخلية التانية. فقولي عليها خلية مانحة. شبه مين? شبه المشيج المذكر. انما دي مستقبلة. شبه مين? شبه المشيج المؤنس. طيب بعد كده اصبح كون لي لقاحة. اللقاحة دي هتبقى اتنين نوع. اللقاحة دي لما تحيط نفسها بجدار سميك. هبقى اسمها لقاحة جرسمية. طيب بعد كده تعمل انقصام ميوزي. انقصام ميوزي مشروط. فتديني اربع انوية. الاربع انوية هتلاشى منهم تلاتة. تتفضل النواة. النواة دي بتكون نوع. يعني دي كانت اتنين نوع. لان حصل انقصام. قصام ميوزي مشروط. عند تحسن الظروف. تبدأ انها تنمو. تنمو. انبات اللقاحة الجرسمية. بس انبات لقاحة الجرسمية بانقصام بانقصام ميوزي. انقصام ميوزي. بحصل اول حاجة انقصام ميوزي بعد كده انقصام ميوزي فيتكون لي خيط جديد. وطبعا بيتميز بيتميز بالتنوع الوراسي. حصل تنوع وراسي. ليه? لان الخيط الجديدة خد صفات من هنا وخد صفات من هنا. فحصل تنوع وراسي وبالتالي هيقدر ان هو يواجه الظروف الصعبة. طيب ده كده خلصنا الالكتران الاول اللي هو الالكتران السلامي. ندخل بعد كده على الالكتران الجانبي. الالكتران الجانبي ده بيحصل لخيط واحد فقط. بيحصل لفرض واحد فقط. الرغم انه متقاصر جنسي. اللي انه بيحصل لفرض واحد فقط. يعني خيط تحلوبي واحد فقط. فبتلاقي مسلا انا هادي كده. خيط تحلوبي هوت. وده جدا شكل البلاستيدات اللي جواه. تمام. في الظروف الغير مناسبة بنلاقي مسلا خليتين متجورتين. هبدأ مسلا ناخد الخليتين دول. وابدأ ان انا اكبره. او يكون معي خليتين متجورتين. ده كده خليتين متجورتين. الخليت دي بتكون نون. والخليت دي بتكون نون. فالظروف الغير مناسبة تبدأ محتويات الخلية ده يحصل يتكون ما بينهم فتحة. الحتة دي طبعا ما فيش قناة اسمها فتحة. ما بيحصلش قناة في الالكتران الجانبي. بيحصل الفتحة. فتحة جانبية هنا كده. فاللي بيحصل بقى من خلال الفتحة دي. بتبدأ انطاق المحتويات. تبدأ تنطاق دي كده الفتحة ايضا. فتنطاق المحتويات الخلية. في بس معلومة صغيرة. في حتة فتتنا يا جماعة دي بتكون نون مش اتنين نون. نعملين بنهد براحتنا خالص عشان خاطر. الحتة دي محتاجة تركيز في الكلمة نون. دي طبعا بتكون نون ودي بتكون نون. لكن مش اتنين نون. طيب تمام. محتويات الخلية من هنا بتبدأ انها تنتقل. محتويات الخلية اللي هنا. بتبدأ انها اللي موجودة هنا مسلا بتبدأ انها واحدة تدي التانية. تمام. بعد كده. دي كده الفتحة. فيبدأ يكون لي. دي هتكون نون. ودي هتكون نون. فدي هتبقى لقاحة اتنين نون. يبدأ اسمها لقاحة. طيب اللقاحة دي هتبتد انها تحيط نفسها بجدار سميك. فتتحول ويبقى اسمها لقاحة جرسمية. لقاحة جرسمية اتنين نون. ناشي. ليه لانها بتتكون من خليتين خلية نون وخلية نون. اللقاحة الجرسمية دي. عند تحسن الظروف. اللي بيحصلها بيحصلها انكسام ميوزي. وخلاص عرفنا ان الانكسام الميوزي ده بيكون مشروط شرطه هو تحسن الظروف. تمام. تبدأ تديني. اربع انوية. دي نون ودي نون ودي نون ودي نون. بس بيحصل تلاشل تلاتة. فيه تلاتة بيتحلله. دي بتتحلل ودي بتتحلل ودي بتتحلل. فتتفضل. الواحدة اللي هي نون دي بس. تمام. فتديني بعد كده. دي كده هي بيكون ناتج من من تقاصر. جنسي. ولكن بيكون اقل. في التنوع. الوراسي. ليه بيكون اقل في التنوع الوراسي. لانه تلك الكتراني الجانبي بيحصل لفرض واحد فقط. بيحصل لفرض واحد فقط. الكتراني السلمي. الالكتران السلمي بيكون اصعب. وبيكون اكسر تعقيد. اصعب واكسر تعقيد. ولكنه بيكون افضل. ليه افضل؟ لانه بيديني تنوع راسي. طيب. كده خلصنا الالكتران السلمي والالكتران الجانبي. ده شكل الجانبي. دي بتبدأ انها تنتقل هنا. تنتقل هنا فتكون لي زي جزبور ودي كده زي جزبور. اللي هو الخالية اللقاحة الجرسومي. طيب لو هنقرر ما بين الالكتران السلمي والالكتران الجانبي. دي من حيس الشكل هو. خلاص احنا عرفنا الشكل ده وعرفنا الشكل ده. طيب. من حيس شروط حدوثه. شروط حدوث 유الكتران السلمي هو وجود خيطين. خيطين او اكثر تمام بس خطنا او اكثر في الظروف الغير مناسبة لان لو ظروف مناسبة مش يحصل اكتران اساسي لكن ده بيكون خيط واحد فقط الاكتران الجانب ده في خيط واحد فقط في الظروف المناسبة في الظروف الغير مناسبة الغير مناسبة طيب موقع حدوثه هنا بيحصل من خلال قناة اكتران يعني انتقال البروتوبلازم بتاع الخلية من خلال قناة اكتران لكن ده بيكون من خلال فتحة طبع البروتوبلازم ينتقل هنا من خلال قناة اكتران لكن هنا بينتقل من خلال فتحة طيب لو عايزين نقول على موقع حدوثه بشكل اضك شوية انه بيحصل خلال تحلوبين في تحلوبين بيبدأوا ان هما يتجوروا جنب بعض ويبدأ ان هما يطلع منهم بروزات ويتلامس وهكذا لكن هنا بيحصل في نفس التحلب طيب التنوع الوراسي ده بيكون اكثر تنوع لانه بيحصل في فرضي بيحصل فرضي بيتكون من فرضي لكن هنا بيكون اقل لتنوع وراسي اقل تنوع وراسي طيب عدد الافراد المشاركة احنا قلنا هنا اثنين لكن هنا فرض واحد فقط طيب سهولة الحدوث ده بيكون اصعب وبيكون اكثر تعقيدا ولكن ده الافضل لانه اصلا الغرض من التكاثر ده هو التنوع الوراسي فده بيه الديني تنوع عالي تنوع وراسي عالي انما هنا ده بيكون اسهل لانه بيحصل لفرض واحد وبيكون اقل تعقيدا بس بيكون يعني مش الافضل ليس الافضل لان الافضل هو السلمين طيب منحنة منحنة المجموعات السبغية سواء كان في الاثنين يعني انا بيكون معايا مثلا خلية نون الخلية دي بيحصلها طبعا بتكون للاقاحة اللقاحة دي بتكون اثنين نون تمام وعنده تحسن الظروف يعني مثلا لو هلو النقطة دي سين النقطة دي بتشاور الى تحسن الظروف تمام يحصل انكسام ميوزي يحصل انكسام ميوزي في الديني فرض نون برضو ده كده المنحنة بتاع المجموعات السبغية بالنسبة للاكتران سواء كان الاكتران الجانبي او الاكتران السلمي طيب هنا بقى في اسئلة كده وشوية افكار بيقولك عند تكوين ستة زي جوزبور كم عدد الانوية او حادية المجموعة السبغية المتحللة عند تحسن الظروف انا معايا ستة زي جوزبور طيب يعني ستة ايات واحد نين مش هرسمهم طبعا ستة طيب بيحصل لهم انكسام ميوزي فبتديني الواحدة بتديني اربع انوية بيتحلل كم تلاتة يعني الزي جوزبور الواحد بيحلل تلاتة انوية يبقى الستة يحللي كم يبقى يحللي تمنتاشر نواة او حادية المجموعة السبغية طيب عند تكوين ستة زي جوزبور نركز بها في السؤال الخادق ده كان جاء في كتاب التمييز بيقولك كم عدد الانوية سنائية المجموعة السبغ اشوف هنا قلتلك او حادية كانوا تمنتاشر لكن سنائية هو فيه انوية سنائية بيحصلها تحلل بيقولك المتحللة عند تحسن الظروف لا فقولك صفر يبقى نكلبنا الانوية اللي بيحصلها تحلل بتكون اوحادية المجموعة السبغية مش سنائية المجموعة السبغية طيب هنا بيقولك وجود خلايا فارغة بالتناوب مع خلايا ممتلئة لما لاحز ان فيه خلايا فارغة بالتناوب مع خلايا ممتلئة بص كده ده دليل على حدوث ايه اكتران سلمي ولا اكتران جانبي اهام لو لقيت فيه تحلب واحد قدامه هو فيه خلايا فارغة بالتناوب مع خلايا ممتلئة بالدليل ده او الحاجة اللي حصلت دي كده ده دليل على حدوث الاكتران الجانبي طيب خيط مانح يشبه المشيج المانح ده بيشبه المشيج المذكر وخيط مستقبل يشبه المشيج المؤنس تمام كده خلصنا الافكار خلي بالك برضو في مثلا لو قلت لك انا معايا خطين خطين تحلو بيه الخط الاولاني بيكون في مثلا عشرين خلية والخط التاني مثلا بيكون في خمسة وعشرين خلية ولو قلت لك ان كل الخلايا بتشارك يعني كل الخلايا بتشارك في الاكتران كل الخلايا تشارك في الاكتران كم عدد الزيجوزبورات الناتجة الزيجوزبورات الناتجة هتبتع ان انت تجمع للرقم كله دي مثلا عشرين ودي خمسة وعشرين هيدوني كم هيدوني خمسة واربين وتبدأ ان انت تقسمهم على اتنين طبعا انا عايز الارب للرقم الزوجي الارب للرقم الزوجي طبعا خمسة واربين على اتنين هيديني فها نص يعني كسر انا مش عايز الكسر ده يبقى انا نقص بقى الواحدة دي يعني فيه خلية واحدة مش هت يعني السؤال ده فيه صعب شوال مفروض انه كنت جبتلك رقم رقم زوجي وكان هيبقى اسهل وخلاص طيب يعني مسلا الخمسة واربين دي شيلة وخلاها مسلا اربعة واربين فهي باربعة واربين على الاتنين يدوني اتنين وعشرين خلية هتتكون تمام يعني مسلا لو قالك انا معايا اه تحلب او خط تحلوبي واحد اهوت بيكون عبارة عن عشرين خلية وخط التاني بيكون مسلا عبارة عن اربعين خلية تبدأ ان انت تجمع عشرين زايد الاربعية عشرين واربعين هيدوني ستين اتنين ستين على اتنين يساوي تلاتين خلية ناتجة وهكذا يبقى اي رقم اي رقم يجي لك تبدأ ان انت تجمع الارقم دي وتقسمها على اتنين حتى لو قلتلك مسلا يعني لو قلتلك اعزين بس ما كان فاضي كده اشرح لك حاجة صغيرة فيه لو انسلا انا قلتلك انا معايا ده ونفترض ان هو عشر خلايا ده كده هيكون عشر خلايا وده مثلا هيكون ست خلايا فيه خط تحلوب تاني فيه ست خلايا طيب الست ده يعني ده اللي فيه ستة هيبدأ يعمل اكتران سلامي مع الستة اللي اصاده فطبعا هيدوني ايه هيدوني الست خلايا طيب اصبح فاضل معايا كام فاضل معايا الاربعة الاربعة دول هيعملوا اكتران جانبي يعني الستة دول هيعملوا سلامي والاربعة دول هيعملوا جانبي طبعا فالاربعة دول لما يعملوا جانبي هيدوني كم هيدوني اتنين والستة دول لما يعملوا سلامي معا اللي جنبهم هيدوني ستة فاقى تجمع ال 6 والاتنين بيساوه كم؟ بيساوه التمانية طب ما انا كان من اسهالها مش معي 6 وانا معي 10 يبقى 16 و 18 18 على الاتنين بيساوه كم؟ 18 على الاتنين بيساوه 16 مش 18 يبقى 10 و 6 16 على الاتنين هيدوني التمانية اما من الاول خالص ان انا اجمع عدد الخلايا سواء كان بقى سلامي او جانيبي واسم على الاتنين اجمع عدد الخلايا 10 او 6 على الاتنين فيهم 8 ايبا كم 8 خلايا طيب في ملحوظة هنا انا معي تحلب اسمه تحلب الكلاميدومونس التحلب ده بيكون وحيد الخلية يعني هو اصلا كله على بعضه خلية واحدة او بيكون فيه عنده بلسل خضرة شبه فنجان الشاء اسمه الكلاميدومونس الكلاميدومونس التحلب ده في الظروف الغير مناسبة بيتكاثر عادي خالص بالاكتران برضو تكاثر جنسي بالاكتران فباللهز مثلا ان ده كده تحلب اوت وده كده تحلب الاتنين بيبدأوا ان هما يقربوا من بعض ده بيكون نون وده بيكون نون تمام فبيبدأوا يقربوا من بعض ويكونوني طبعا محتوية مثلا واحد هنا بتروح لهنا فهيديوني مثلا اللقاحة اللقاحة دي بتكون اتنين نون تمام اللقاحة دي هتبتد انها تنقسم انقصام ميوزي انا بس في فكرة صغيرة عايز اوصل لك علي لما يديني او يحصل انقصام ميوزي عند تحسن الظروف نفس الكلام اللي احنا قلناه هيديني نواة واحدة نون والتلاتة التانين هيتحلل طب هل يطرى بعد كده هينقسم ميتوزي هي بقى الفكرة هنا الاول كنت بقولك بيحصل انقصام ميتوزي بغرض النمو ده في مين ده فتحله بالاسبيروجايرة اللي هو عديد الخلايا طب انا احصل انقصام ميتوزي لأ يعني ده بيحصل في انقصام ميوزي فقط ميوزي فقط طيب نجي هنا بقى نقارن ما بين اللقاحة واللقاحة الجرسمية اللقاحة بالنسبة اللي حاطة بقدار دي بتكون غير محاطة غير محاطة بقدار سميك لكن دي اللقاحة الجرسمية اسمها طبعا ما اللقاحة الجرسمية تبقى محاطة بقدار سميك طيب الانقصام اللقاحة ده هي بتنقسم انقصام دي بتكون اتنين بتنقسم انقصام ميتوزي بغرض النمو يعني بص فكرة كلمة اللقاحة لما يكون مثلا معايا حيوان منوي ده كده حيوان منوي نون ودي مثلا بويضة نون الاتنين دول لما بيندمجوا مع بعض يدوني لقاحة اللقاحة دي هتبتد انها تنقسم بعد كده انقصام ميتوزي فالانقصام بتاع هايكون انقصام ميتوزي بغرض النمو لكن هنا اللقاحة دهيت بتكون اتنين نون اللقاح جرسمية بتكون اتنين نون بتنقسم بعد كده انقصام مايوزي بغرض إنها تدينا اربع عنوية يتحللوا فيكون النواة واحدة بتنقسم بعد كده انقصام مايوزي ابن عندي انقصام مايوزي اللقاحة بس لكن اللقاح الجرسمية بتنقسم ما يوزي بعد كده ما يتوزي بغرض النمو طيب نوع التكاثر الجنسي اللقاحة بتكون موجودة في التكاثر الجنسي بالامشاك ايه الامشاك ما هو قلتلك حيوان منوي ودي كده بويضة لكن ده بيكون اللقاح الجرسمية بتتكون او بتحصل في التكاثر الجنسي بالاكتران طيب عدد المجموعات الصبغية دي حاجة مشتركة دي بتكون اتنين نون ودي برضو تكون اتنين نون الاتنين بيشتركوا في عدد المجموعات الصبغية ولكن بيختلفوا في الاحاطة بالجدار وبيختلفوا في الانقصام وبيختلفوا في نوع التكاثر وكمان بيختلفوا في زمن حدوث الانقصام الميوزي يعني مسلا دي بس دي هقولها اكتر في اله هوضحها اكتر في الحتة دي في صور التكاثر الجنسي عندي الاكتران وعندي التكاثر بالامشاك تمام الاكتران قلنا ان فيه اكتران سلامي وفيه اكتران جانبي شرحناه طب التكاثر بالامشاك التكاثر بالامشاك عن طريق مسلا فيه بوايدهية انسوية ومسلا حيوان منوي زكري دي بيكون نون وده بيكون نون فبيحصل اخصافة بيكونولي زي جود اللي هي اللقاحة لكن هنا لا انا بكون لقاحة جرسومية لقاحة جرسومية نعم هنا بكون لقاحة فقط اللقاحة دي بتنقسم بعد كده انقصام ميتوزي اللقاحة الجرسومية دي بتنقسم بعد كده انقصام ميوزي ثم ميتوزي اللقاحة ده بتتكون يعني اللي بيتكونها اصلا انقصام ميوزي فانا عندي دلوقتي في التكاثر بالامشاك ده الميوزي الاول بعد كده يكون لي اللقاحة هنا انا بتكون خلية جسدية لكن هنا لا بيعتمد على خلية جنسية اللي هي مين بقى اللي هي البويضة او الحيوان المنوي اسمها خلية جنسية بيعتمد على خلية جنسية طيب توقيت الانقصام الميوزي بالنسبة لتكوين اللقاحة انا عندي اللقاحة الاول بتتكون وباللقاحة بتتكون بعد كده تنقسم انقصام ميوزي لا انا عندي بقى هنا بيكون في مثلا خلايا المناسل بتكون اتنين نون بتنقسم انقصام ميوزي تكون لي اللقاحة وطبعا دي اسمها اللقاحة الجرسمية عشان بس نحدد طيب كائنات بتتكسر بواسطته بواسطة الاكترام بتبقى الكائنات الاولية الاولية زي مين زي الاوليات الحيوانية الاوليات الحيوانية زي مين الاوليات الحيوانية زي مثلا البراميسيوم طيب زي مين تاني؟ معايا مثلا فطريات فطريات زي فطر عفن الخبز فطريات زي عفن الخبز طيب برضو بيكون معايا تحالب التحالب زي مين زي تحلب الاسبيرو جايرة او تحلب الكالاميدو مونس الاسبيرو جايرة طيب هنا لا دي بقى الكائنات بتكون راكعة راكعة زي مين زي ما عندي السلاحف زواحف مثلا زي الطيور زي مثلا النباتات الزهرية النباتات الزهرية زي مين زي التفاق وطبعا اكيد معانا الانساء طيب هنا ده كانت مقارنة كده ما بين التكاصر اللاجنسي والتكاصر الجنسي التكاصر اللاجنسي عادتا بيحصل من اب واحد لما عند التكاصر الجنسي من اووان وساعد بيحصل من اب واحد اللي قبل واحد ده ممكن يكون خنسة أو مثلا ممكن يحصل من فرض فرض واحد زي مثلا الإلكتران الجانبي الجانبي طيب ده بيكون سريع على عكس ده بيستغرق وقت ده بيديني عدد كبير من الناس لا بيديني عدد محدود انخفاض التباين الوراسي التباين يعني التنوع بيكون فيه تنوع ليل لكن ده بيكون فيه تنوع كبير طيب يعتمد بشكل عام غالبا يعني على انقصام ميتوزي ده بيعتمد على انقصام ميتوزي ده الفرق ما بينهم كده طيب نيجي بعد كده للجاميت الزكري اللي هو المشيج الزكري مشيج زكري انما الجاميت الانسوي اللي هو المشيج الانسوي طيب ده بي يعني الوصف سريعا كده مشيج زكري زي منزل حيوان المنوي حيوان المنوي مثلا كده بلك ده عبارة عن خلايا صغيرة لكن ده بتكون خلايا كبيرة مشيج الانساوي بيكون اللي هي البويضة يعني بتكون كبيرة مستديرة انما لا عندي الحيوان المنوي بيكون صغير بيحتوي على القليل من السيتوبلازم وبيكون اللي ديل بيسمح له بالسباحة نحو البويضة هو اللي بتحرك نحية البويضة انما دي بتكون مستديرة او بيضوية بتحتوي على العضيات والمغزيات اللازمة لنموها ده كده الشكل قدامه هو ده الحيوان المنوي انما دي كده البويضة عضو الانتاج اللي هو المناسل في الزكر زي مثلا الخسية وزي مثلا الموتوك وزي برضو ما هناخد بعد كده في الطور الجرسومي في حاجة اسمها الأنسريديا طيب هنا عدو الانتاج بالنسبة للبعيدة بيكون المبيض وزي ما هناخد حاجة اسمها الأرشجونية الأرشجونية بس ده في المشيج في الطور المشيجي بالنسبة للفجير وكسبرة البئر طيب اختزان الغذاء ده بيكون غير قادر على اختزان الغذاء انما ده بيكون بيختزن الغذاء طيب بالنسبة للحركة ده بيكون متحرك غالبا بيتحرك عشان يبدأ انه يروح لمين يروح للبعيدة انما ده بيكون ساكن طيب بالنسبة للعدد ده بيكون طبعا عدد كتير بسبب كمية الفاقد يعني مثلا انا عندي الخليل الجرسومية الامية الوحيدة بس بتديني الوحدة بس بتديني اربع اربع حيوانات منوية على سبيل المثال يعني انا اخدها ان شاء الله في التكوين بعد كده تكويني الحيوانات المنوية فالخلية الوحدة بتديني اربع حيوانات منوية بالتالي العدد بيكون كبير ليه؟ لان كده كده اصلا خلال رحلتهم داخل الجهاز التناسيري الانساء وبيموت منهم عدد كبير وما بيحصلش غير واحدة انما لا انا عندي خلية ام البيت ده هي بتكون لي بوايدة واحدة وتلات اجسام قطبية يعني الوحدة ده هي بتديني واحدة بس وبالتالي العدد بيكون نون قليلا طب بالنسبة لعدد المجموعة السبغية ده بيكون نون وده برضه يكون نون د يكون ناتج من انقصام ميوزي Dه بيكون ناتج من انقصام ميوزي هو اللاهز مثلا ده كده اابة هو تتنين نون و Konstantino بيحصل في خلايا المناسب بتاعت الاب de long history يعني بيحصل انكصام ميوزي فبيكون حيوان منوي نون والام في المبيض بيحصل انكصام ميوزي فبيكون لي ببويدة نون بيحصل ما بعد كده اخصاب ما بين الحيوان منوي البويضة فبيكولي زيجوت او لقيحة اسمها اتنين نون بعد كده بيحصل انقصام ميتوزي للقيحة بغرض النمو فيكولي طفل الطفل ده بيكون اتنين نون بيحصل له بعد كده انقصام ميتوزي علشان يكبر ويبقى شخص بالغ طيب انواع التلقيح انا عندي تلقيح بيكون خارجي وتلقيح خارجي وتلقيح داخلي التلقيح الخارجي يعني بيحصل خارج الجهاز التنسولي الانسوي في النسا بيكون خارج الجهاز التنسولي زي مين زي عندي البرمائيات البرمائيات دي بتشمل مين بتشمل ضفضع وبيشمل الصناتر وكمان الاسماك العظمية جهنات المائية زي الاسماك بس الاسماك العظمية هي مين الاسماك العظمية زي عندي البوري ولالبول Tre لكن انا عندي تلقيح الداخلي لا فالكائنات الراقية زي مثلا الطيور زواحف خلي بالنا برضو عندي الاسماك الغضروفية مين الاسماك الغضروفية عندي القرش وسمكة الرأي وطبعا طيور وزواحف والانساء زواحف زي السلحفة طيور زي النسر زي الصقر التلقيه عندهم بيكون داخلي يعني داخل جهاز التنسولي انسوي طيب التلقيه الخارجي ده بيعتمد بشكل أساسي على الماء ليه لاننا عندي الأمشاج المذكرة بتنتقل خلال الماء لحد ما تروح أو توصل للأمشاج المؤنسة طيب في عندي بقى تلقيه اسمه تلقيه خلطي وتلقيه ذاتي التلقيه الخلطي ده مثلا بيحصل من كائنين مختلفين يعني ونفترض ان ده نبات أهوات النبات ده بيطلع حبوب اللقاح واللقاح دي لما تروح لنبات تاني أهوات ده اسمه تلقيه خلطي لكن مثل ده طبعا بيكون فيه تنوع أعلى لانه بيكون فرضين ده فرض واحد وده فرض تاني إنما التلقيه الذاتي إنه نفترض مثلا ده كده نبات أهوات دي زهرة ودي زهرة تانية فحبوب اللقاح دي بتخرج تروح لنفس النبات يعني بتروح لنفس الزهرة نفس النبات فاسمه تلقيه ذاتي فالنبات هنا بيلقح ذاته بيلقح نفسه فالتنوع الرأس فيه بيكون قليل طيب كده خلصنا كل سوء طبعا سواء كان الإلكتران خلصنا الإلكتران التكاثر الجنسي سواء كان الإلكتران أو التكاثر الجنسي بالأمشاك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته